لماذا قوة المحرك يقيسونها بالحصان؟ شوفوا المكيس الرسمي والأساسي هو الكيلواط بس حسب ما عرفت انه قبل كانوا يجرون العربانات الثقيلة بعشر حصونة بالهواق فالشركات ارادت تقنع جماعة الحصونة انه يشترون سياراتهم قالوا يابا هاي السيارة مثلا تعادل 90 حصان خب تعال اشتري سيارة تعادل 100 حصان احسن لك واريح فكانت الفكرة يعني تقريبا بس للمقارنة بين السيارة والحصان اسمات شنو الفرق بين الBHP الWHP الاخرارات والTSP لا تخاف شغل شغلتك Service هذا الرمز معين ايدي ايه 때문꺼ه يعني الPS으면서 CV و P&K وغيرها بس هاي اختصار الهورس باوره بس بلغات مختلفة اسمات ال تجاب يبلغها امر الريق خلال المهم něعني القوة طالعة من كل او المحرك قبل انو تمر به منظومة نقل الحركة legacy الحرار Detailations يعني القوة طالعة من التائرات بعد ما مرت بمنظومة نقل الحركة وتكون أقل من البي اتش بي لأن منظومة نقل الحركة تكون مرتبطة بالمحرك فتاخذ منعدة كم إحصان ونيوتن متر والرقم اللي تسمعونا من الشركات هو البي اتش بي مو الديبل و اتش بي وهانس يتشغل لك اللي لكم وياها الإحصان الواحد هي عادة 0.746 كيلواط